الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً من عقيدة المسلمين التي جاءت في القرآن وفي السنة أنهم يؤمنون أن لله تبارك وتعالى أولياء صالحين يؤمنون أن لله عز وجل أولياء صالحين لأن ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فنحن نعتقد جازماً ولا نشك أن لله عز وجل أولياء صالحين ثانياً من عقيدة المسلمين أنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يكرم هؤلاء الأولياء الصالحين ثانياً بكرامات وتسمى بكرامات الأولياء وده برضو عندنا عقيدة ولا نشك في ذلك كما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله في عقيدته العقيدة الطحاوية وده كتاب مهم جداً أنا أنا في أي ذول يكون عنده الكتاب ده في البيت يقرأه العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي وده كتاب مهم جداً من كتب المسلمين ومن المراجع المهمة لبيان العقيدة والتوحيد فنؤمن تماماً إيماناً قاطعاً لا شك فيه أن الله عز وجل يكرم أولياءه الصالحين زي ما ربنا قال عن مريم عليها السلام ومريم ليست من الأنبياء ولا من الرسل لكنها من أولياء الله الصالحين ما في شك في ذلك لأن ربنا قال وأمه صديقة ما المسيح بن مريم إلا رسول فادخلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفغنا فيها فصدغت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ربنا أكرم بأكرامات منها ما جاء في سورة آل عمران ربنا قال كلما دخل عليها زكريا المحرب وجد عندها رزقاً كلما يدخل على زكريا عليه السلام المحرب لأنه زكريا كان مززوج أخوة مريم لأنه يحيى وعيسى أولاد خالات زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكفلها زكريا هو الكام بيقوم على شؤونه ورباها كلما يدخل عليها المحرب ما كان التعبد وجد عندها رزقاً بعض العلماء قالوا يلقى عندها الأكل بتاع الصيف في فصل الشتاء وأكل الشتاء في فصل الصيف ذي كرامة ولا ما كرامة قال أنا لك هذا يا مريم من وير أنت بيجيب الأكل ما عندها ما بترسل زولي جيب أكل من الكفتيريا ولا من المطبخ الأكل بيجي برأو أنا لك هذا من وير يعني قالت هو من عند الله وهنا في فائدة مهمة إنه صاحب الكرام ما بينسب الكرام لروحه ما بيقول دي من كراماتي أنا لا لو نسب لروحه أعلم تماماً إنه دي ما كرامة لأنه بعد شوية أنا بورك ذات الكرامة ابتجه من منه ما من كل الناس نسبة الكرامة لله عز وجل قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب عمر بن الخطاب ولي ولا ما ولي ولي من أولياء الله الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال له إيهني يا ابن الخطاب لعمر والله ما رآك الشيطان سالكاً فجأ إلا سلك فجاً غير الذي تسلب الشيطان بغاف منه عمر بن الخطاب ولي كبير من أولياء الله الصالحين عمر بن الخطاب يوم من الأيام في المنبر طلع جيش الجيش ذا كان الغائد بتاعه واحد اسمه سارية ابن زنيم عمر بن الخطاب بيخطب في المنبر بعد ما الجيش طلع يوم الجمعة بيخطب في المنبر فقال يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل وسارية في حتة بعيدة جداً لما نزل عمر رضي الله تعالى عنه من المنبر قالوا يا أمير المؤمنين أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وده بيدلك إن الصحابة أكانوا الكلام الغريب البصدر ما بفوتو ساي ماذا كلام غريب كيف تكون في المنبر وتنادي سارية في مسافة بعيدة الآن لو في ذول في المنبر ها وناد ليه ذول وجهه وذاك في برسودان مش دا أمري غريب ما با التلفون ساكت كده بس يا فلان وذاك في برسودان قال له أركب الباخرة السداء النزل من المنبر تلقى نصف الجامع يقول لك ما تسألوا ما تسألوا ما أنا أسألوا كيف دا ما كلام غريب لابد أسألوا يا مولانا دا شنو الكلام اللي بتقول فيه دا تعبر سودان دا يسمعك كيف فقالوا يا أمير المؤمنين أوحي بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بيجيك وحي ولا شنو قال وما ذاك فشنو وذاتو ما عارف الحاصل قال قلت على المنبر يا سارية الجبل الجبل في البداية عمر بن الخطاب قال ما قلت شيئا لأن الكرامة دي ربنا بيجريها على يد الولد الصالح مرته ذاتو ما بيكون جاي بليها خبر فلما ذكروه قال كلمة أجراها الله على لثاني سارية رضي الله تعالى عنه سمع ندى عمر وهو في مسافة بعيدة جدا فأخذ بالجيش والتفت ودخل خلف الجبل فنجى من العدو عمر بن الخطاب ربنا أجر الكلمة دي على لسانه شاف إنه الجيش بتاع سارية في خطورة قال له يا سارية الجبل يعني مش وراء الجبل بهناك كرامة دي ولا ما كرامة كرامة عمر بن الخطاب ما ألف فيها قصايت ولا عمل فيها كتب ولا قال أنا من كراماتي إنه يوم قلت يا سارية الجبل ولو عندك كلام زي ذا لعمر جيبوا لنا رضي الله تعالى عنه وما أغتلقى الكرامات دي الصحابة ما كان ذاته بقيفه معا كتير حاجة وخلاص مشت ما كرامة ربنا أكرم بها شخصية معينة خلاص كرامة وانتهت بينبني عليها شنعان كرامة دي يعني الناس يبنوا عليها شنعان ولا أي حاجة نبني عليها شنعان يعني الآن لو جذوال طاير بيجاي مثلا وررررر شوفتوا طاير من هنا نزل بيغاضي في السلمة يا رجعتاني طاير نزل في السوق العربي آه نسو له شنعان ما يطير ياخي شاء الله يمشي قرطق code ذاته يعني أنا أعمل له شنو لكن ده كتير من السودانين طوالي ما بخلوا لك اوه واوه قل لك ده ولا كبير اها طيب وبعد ذا بعد ما بيقوا ولا كبير تلقى الناس جارين له يقول لك ده أين ساكنemployين ده محلو يقول له والله إذا سأكل بحري مثلا تلقى الناس ركبة ومشت بحري أجيب لك في جريدة الدار وإنه أمبارح كان طاير في السوق المركزي ويا له من ولي صالح ولا ما كذا والله لأنه الشعب السوداني إلا من رحم الله الدين دا عندهم فاهمينه غلط والله فاهمين الدين غلط من بداية لينهاج إلا من رحم الله الكرامة دي ما بيانبني عليها حاجة خلاص كرامة وقعت خلاص ما بيانبني عليها حاجة أما إنت إذا بقيت تفتخر وأنا الله أداني كرامة ربنا قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني الله في الآية البعض قال كلا يعني دا ما المقصود مش إنت كان ربنا أدى كرامة تقوم تأجي تقول أنا الله أكرمني لأن الله بيحبني لا 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 دا ما فيه دليل إنه الله بيحبك ما فيه دليل إنه الله تبارك وتعالى بيحبك طيب فيه أخوانا كرامات ربنا بيجريها على أيدي الأولياء الصالحين والولي الصالح دا ما فيه مخلوق بيعرفه ما فيه إحنا ليه يوم الليلة ما فيه واحد جانا وقادر يغنعنا إنه فلان ابن فلان ولي من أولياء الله الصالحين فيه دول بيقدر على الشغلة دي ما بتقدر لأنه ما تعرفته كيف هل اطلعت على الغيب لا هل اتخذت عند الرحمن عهده الله قال ليك فلان دا ولي لا ما قال لك الرسول قال ليك عليه الصلاة والسلام ما قال لك طيب عرفته كيف عرفته ولي كيف أنا بستغرب والله الناس دي خشت في القلوب دي جوة ولا الحاصل شنو ولذا ما في ذول بيعرفوا إلا الله تبارك وتعالي لأن الولاية محلها القلب الذين آمنوا الإيمان وين في القلب وكانوا يتقون التقوى وين في القلب طيب نحن نعرف كيف طيب فيه كذلك آيات ومعجزات الأنبياء وفيه أحوال سهرة وشياطين الحاجات الثلاثة دي انتلابوا تعرف الفروقات بيناتهم شن ما يحصل له خلط لأن كلهم التعارف بتاعتهم قريبة من بعض المعجزة المعجزة والصحيح إن نقول آية ربنا يجريها على أيدي الأنبياء تأييدا لهم وإقامة للحجة على أقوامهم المعجزة أمر خارق للعادة أمر شنو؟ خارق للعادة أدري بيك مثال موسى عليه السلام لما انضرب البهر الحصى شنو؟ بالعصايا الله قال فانفلق فكان كل فرق كالتوضي العظيم زي الجبل ده أمر خارق للعادة ولا ما خارق؟ خارق للعادة الكرامة برضو أمر خارق للعادة يجريها الله عز وجل على أيدي أوليائه الصالحين تأييدا لهم كذلك وإتباعا لهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم اتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحوال السحر والشياطين برضو أمر خارق للعادة الأموك يتلقى ساحر يكون ماشي لك فوق خط ما شفتم؟ يقول لك الحاوي يجيبوا في المدرسة زمان يدخل لك بيجاي موس ويطلع لك بينه عنب ويدخل عنب ويطلع ما تعرف منديل ما شفتم؟ ده مش أمر خارق للعادة يجريه الله ده برضو الله بيجريه على أيدي السحرة إما فتنة لهم هم أو فتنة لأقوام الناس اللي يشوفون الساحر ممكن يعمل أمر خارق للعادة ربنا بيختبرك أنت الساحر ده بعد ما يعمل الأمور دي أهاي أنت موقفك منه شنو؟ موقفك منه شنو؟ طيب دارين نعرف الفروقات شنو يعني؟ مع أنه التعارف كلها بتشبه بعض أول حاجة معجزات الأنبياء دي دي ما في زوال أصلا بيغالط فيها لا نلابد نزبط أول حاجة إنه زوال ده نبي مشكدة؟ حتى بعد ذلك نزبط له المعجزة إلا لو ما بيقى نبي والرسول ما بيكون عنده ما بنسميها معجزة ذاته دي ما فيها غلاط أصلا الكرامات وأحوال السحرة والشياطين أنا أضرب لك مثال بسيط فرعون لما السحرة مشكدة فأرسل في المدائن حاشرين أو فأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علم جو لموسى عليه السلام ويتلموا يوم الزينة عندهم مناظرة مع موسى عليه السلام موسى قال لهم ألقوا جو شايلين معهم شنو؟ عصايات وحبال الحبل ده ومعهم عصايات لما رموا العصايات والحبال ربنا قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أنت عارف ملو الحتة كلها حيات ودبائب وثعابين اتملت الحتة كلها اتملت سحر كتار جدا أول ما رأوا العصايات والحبال بتاعتهم طوال الوادي كله اتملأ حيات ثعابين ربنا قال فأوجس في نفسه خيفة موسى وموسى ما خاف من السحر ده بالمناسب ما تفهم من الآية؟ إنه موسى خاف من السحر ولا خاف من السحر لا 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 العلماء قالوا موسى خاف على الناس إنهم يفتتنوا بالسحر فيبتوا؟ دمعنا الآية مش أوجس في نفسه خيفة موسى إنه خايف من السحر ده أو خايف من السحر لا موسى ما بخاف من ديل عليه السلام إنما خاف على قومه أن يفتنوا بهؤلاء السحر شاكد ربنا ثبتوا وقال له قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك موسى عليه السلام رمى برضو العصايا بتاعته اتقلبت شنو فإذا هي حية تسعى طيب انتبه معي الآن في الدبايب لافة مش كده وفي دبيب برضو بيجاي لافي ولا ما كده الدبيب بتاع موسى عليه السلام حية ضغمة وبيجاي الحيات بتاعت السحر والشياطين الميدان الآن مليان حيات وفي حية دارين نعرف ياتفيهم حقة السحرة وياتفيهم حقة منو حقة موسى بتعريفك إيه من خلال الذي ألقها فهمتو شوفوا ذول الرمى منو لما ترجع لي يا موسى عليه السلام تلقاوا رمى العصاية قطع شك إنو دي معجزة ولما ترجع على السحرة تلقاهم هما الرمى والعصايات والحبال قطع شك إنو دي شنو سهر قطع شك إنو شنو سهر يبقى العلماء قالوا عشان تفرق بين أحوال السحرة والشياطين وبين كرامات الأولياء لابد تنظر للزول الصدر منه الأمر الخارق للعادة فهمتو الآن جونا نفرين واحد بيمشي فوق الموية زي أبو الرفاص قرر بيقطع البحر واحد تاني برضو بيمشي فوق الموية اللي التان بيمشوا نحن دارين نعرف الآن في مشيتين فوق الموية مش كده دارين نعرف ياتوا مشي كرامة وياتوا مشي سحر مش كده لأن الشياطان ممكن يمشيك فوق الموية وممكن يشيلك يطير بيق عادي دارين نعرف ياتوا فيهم السحر وياتوا فيهم الكرامة تعرف كيف تعاين للزول الماشي ما هم نفرين شوف الماشي الماشيين اللي اتنين دل شوف ياتوا فيهم متبع لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالفهم والمنهج الصحيح إذا لقيت واحد زول مطبق السنة وزول بيصلي الصلوات الخمسة في الجامع وما طلع كتب ولا طلع قصائد شركية وزول معروف لا منتمل طريقة لا جماعة ولا أي حاجة زول معروف بياتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دا نقول نحسب إنه من أولياء الله صالحين ونحسب إنه شنو كرامة أجراها الله على يدي ما منون كده ما منون كده ما منون كده لك لا ما عمله لا عمله نحسب إنه دي كرامة نشوف الشخصية التانية شخصية مجرمة جدا زول بتع بخرات بتع ميحايات وبتع تكيات وبتع فتا دا ما شاء فوق الماء لا يمكن أقول لك دا كرامة أقول لك دا سيحر ليه لأنه زولنا أصلا أموره ما تمام قبل ما يمشي على الماء وقعتناكم دي شوف دي لو في إمتى ما في صوفي بيقدر عليك تاني والله العظيم صوفي بيقدر يلف ويدور عليك تاني ما في لا محمد منتصر زيرك لا خنجر لا سكين لا مطوى كلهم ما بيقدروا يسووا حاج عرفتها لأنهم يلخبطوا لك في الحتة دي كل اللخبة تحصل في الحتة دي الصوفية كلهم خاطبة أي أمر خارق يجي من الصوفية تعرفوا تماما إنه شنو سحر ما كرامة ليه سبب شنو لأنه لما ننظر لحالة صوفية هل اتبعوا كتاب الله لا هل اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا من وين قلنا لا من كتب كذا أنا أعطيك شوف كرامات صوفية مش أنا أعطيك الكرامة بتاعت مريم والكرامة بتاعت عمر بن الخطاب كذا نشوف كرامات صوفية وهل ذات الكرامات بيعملوا لها كتاب طيب ده كتاب الطبقات خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان يعني لو دار ترجع دار تعرف الأولياء والصالحين في السودان ترجع على الكتاب ده على حسب ما زعم صوفية وده مرجع عند الصوفية ما في صوفي بيقدر يقول الكتاب ده ما أعقل إلا يكون درويج سائل لا في في السوف لكن صوفي جد جد بيعرف التصوف لأنه ده مرجع عندهم وبيدرسوا في جامعة الخرطوم في قسم الثقافة السودانية في جامعة السودان برضو بيدرسوه وعملوا فيه احتفال كبير جدا في غاعة ضخمة احتفلوا بالكتاب ده طبقات والضيفالة المؤلف محمد ضيفالة ابن محمد الجعلي الفضل طبقات والضيفالة كتاب الطبقات خصوص الأولياء والصالحين والعلماء في السودان يعني دال يا هم الأولياء بتعيننا السودانين كده نشوف الأولياء دين الحاصل فيهم شنو السودانين ديل ده رغم الإداء جمات أصوفي تعمل لنا جوط ده رغم الإداء تمانية ستة اتنين ثلاثة من اليمين على الشمال أول إصدارة أو الطبعة بتاعت الكتاب ده الفين وتسعة الترغيم الدولي اتنين اتنين أربعة ثلاثة ستة ثلاثة ثلاثة سبعتين تسعة كتاب دولي عرفته الناشر الدارة السودانية للكتب دي هناك شرقي ميدان أبو جنزير سابغا تخش بالسطوب تمشي شوية قدام الدارة السودانية فاتحة جنوب بيبيعوا الكتاب ده الدارة السودانية للكتب طيب كده نشوف ذاته الكرامات حق تصوفية دي شكلها كيف هل يا هبتعت القرآن والسنة طيب قالوا من الأولياء في السودان الأولياء الصالحين محمد بن يعقوب الفضلي ده قال ولي محمد بن يعقوب الفضلي قال دولي من الأولياء الصفحة مئة سبعة وتسعين والطفالة قال دولي سوداني لنها ما بنعرف ولي اسمه زي ده ولا في القرآن ما فيه ولا في السنة ما فيه ده عند الصوفية دول شفاتي زي دلوك من دلالك الصوفية لكن كده أنا بس بتليك إنه كلامي ده في محله قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات نشوف كراماته شنو منها علمه بمنطقة الطير نمرة واحد كم بفهم لغة الطير أنا ده نعرف يا صوفية الطير بتكلم يا تلوغة انجليزي عربي ها فرنساوي أنا ده نعرف الطير ده بتكلم يا تلوغة ده نعرف أنا قال لك الشيخ بفهم لغة الطير يعني الشيخ إن قاعد تحت الشجرة وفي مجموعة من الطيور جا فوق بفهم عادي احتمال في طيرها جاية خالطة لها طيراية عرفتها؟ الشيخ بلخبيت لهم الخلطة عرفتها؟ لأنه قال بفهم لغة الطير انت لاقاك زول بفهم لغة الطير دي إلا لي سليمان عليه السلام الله قال وعلمناه منطقة الطير لكن يعقوب الفضل ده ده سليمان عنده علاقة مع سليمان عليه السلام لا 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 يبقى دي أول كطبة قال بفهم لغة الطير طيب بناء على الكطبة دي قال ذات يوم هو جالس والمشاط يمشيط راسه نحن بعرف من المشاط ده بمشيط للنسوان لكن كذا مشياليو ما في مشكل مشياليو قال المشاط قاعد يا مشت راسه يعقوب الفضل الولي السوداني ده قابلته طيرا بكوة البيت قال في طيرة جاية قاعدت وين الكوة فتحة كده في الحيطة فوق المشاط بمشت وابوك أشيخ قاعد الطيرة جاية قاعدت في الحفرة قال فسكسكت فسكسك هو لها الطيرة سكسكت للشيخ قال تجد أبوي الشيخ هو برضو قال قال لا سكسك لها عنده مكتوب قال فسكسكت للشيخ لها له وهو سكسك لها فطارت بطيرة جاية سكسكت وطارت قال ثم جاية طيرة أخرى لأنه في طيرة جاية فلما قابلته لما بقت قصادة للشيخ سكسكت فسكسك لها ثاني الطيرة تانية سكسكت للشيخ برضو الشيخ قال لا ما أنا ما أعرف الحاصل ما شوية حتعرف أنت براك قال فقال له المشاط المشاط طبعا الرأسه ضرب معقولة طيري سكسيك مع الشيخ الحاصل شنو قال له سألتك بالله يا شيخ الذي لا إله إلا هو الطيرة إن قالت لك وإن قلت لها طبعا أنا وطف الله بيكتب بالداري قالت يا شيخ سألتك بالله الطيرة ذي قالت لك شنو وإنت قلت له شنو قال امرأة مع زوجها مع زوجها وفقت بينهما في طيرتين أظن والدبرك ما جاب الدكوة والدبرك أظن عملت معه مشكلة في البيت فقال له والدبرك تاني ما تجي البيت قال له غلاص نحن نمشي للشيخ يحل لنا مشكلتنا جاء والدبرك في البداية ورى المشكلة الشيخ وجاءت والدبرك والدبركاية والشيخ قال لهم غلاص ما في مشكلة وارجعوا البيت وصالحوا مع بعض يا صوفي أنتم مجانين ولا شون في صوفي واقف برة ما ظنيت والله ما بتقدر يا أخواننا الكلام ده بخش في رأس في عقل بشر خلق والله هل ذي كرامة من كرامات الأولياء والصالحين ذي كرامة أديك واحدة تانية عشان نفتح المجال المتحدث بعدي آخر واحد طيب من كرامات قال الصفحة مية وستاشر الصفحة مية وستاشر طيب درجات الأولياء شوفتها شوف إن قلت ليه المسيح الدجال بيعمل حاجات زي ذي معنات أبوك الشيخ زي المسيح الدجال واحد ودي فيها ممدحة للزول إن أنا قلت لك أنت ذي المسيح الدجال هو مسيحه كمان دجال أنا لو قلت لك أنت ذي المسيح الدجال كده بكون مدحتك لها بكون انتهيت منك مرة واحد الصوفية بيقول فاتشيحها جمالي بيقولوا ما المسيح الدجال برضو كان بيعمل خلاص أبوك الشيخ تلميذ للمسيح الدجال برضو ما مركت من الورطة يا صوف عرفت الحاصل سليمان إنت أبوك الشيخ سليمان ما عند أي علاقة معه يا زول ده نبي يا زول نبي نبي تب تعرف النبي عن شنو نبي 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 ربنا اختصوا عرفت الحاصل وصلنا الأنبياء لو زي باقي البشر يبقى الفائدة شنو ربنا يرسل الأنبياء ويقول إن الله استفع من الملائكة من الناس رسلا ومن الملائك الفائدة شنو ها عرفت الحاصل طيب يا أخي ما أجود برها خلالله يهديك أمي جامي شوفوا الطيرة سكسكت للشغل قال درجات الأولياء على ثلاثة أكسام الأولياء عند صوفية قسموهم ثلاثة أكسام يعني إحنا ما أم نعرف تكسيم زي ده في القرآن والسنة نشوف تكسيمات الصوفية قال كبرى ووسطى وسغرى عندهم والي كبير فوق والي في النص والي صغير لسه في الروضة عند الصوفية يعني طيب نشوف التكسيم بتاعهم ده كيف الكلام ده قالوا منه قالوا الشيخ إدريس ودى الأربابة بفركة الشيخ إدريس ودى الأرباب أبفركة دوت بدر في سرعج السالكين قال وسمي بأبفركة لأن الله أكرمه بفركة من الجنة أخونا واحد من أخواننا قال لهم أول مرة نعرف أنه الجنة فيها فركة والله قال الله دو فركة من الجنة لابزة ولافباة في الدنيا كذب كله كذب كله عرفتها؟ قال الدرجة الصغرى أن يطير في الهواء ويمشوا على وجه الماء وأنا قبل وريتك إن شوفت شيخ طريقة طير في الهواء ولا ما أشي على الموية برضو ما ولي وذي ما قال لك أخونا إن الزنة بيجي واقع رب بيقع في السوق المركز لأنه شايله شيطان طير به شايله شيطان أنت الشيطان ما بيشوفه أنت بيشوف الشيخ براو أول ما تأذن الشيطان بين سحب من تحته أبوك الشيخ بيجي داقي الدرجة كده الناس بيعرفوا الحاصل والله لو شفت الشيخ بيعملوا أمور زي دي يأذن له ولا قرأت الكرسي طوالي أموره كلها بتتلخبط طيب قال ويمشوا على الماء وينطقوا بالمغيبات ينطقوا بالمغيبات دوالي لسه صغير يا داب بيتكلم بأمور الغيب قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال لشيخ فيكون دوالي في النص دوالي في النص عند الصوفية ولي يا داب سنة ثانية يقول لشيخ فيكون قلبي يقول لشيخ فيكون منه يا شعب سود يا سودان يا مسلمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لشيخ دمنه شوف كلام الصوفية كفر ألا ما كفر كفر بالله تبارك وتعالى ما في مخلوق بيقول لشيكون فيكون إنما الله تبارك وتعالى هو الذي إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون صوفية المجانين والله طيب بيقول لشيكون فيكون طيب والدرجة الكبرى قال هي درجة القطبانية درجة القطبانية القطبانية عند الصوفية لما يقول لك الزوال قطب ده بيكون قاعد بين السماء وبين الواطة عرفتها؟ بين السماء والواطة والواطة ما في حاجة بتنزل من الله هم قالوا كذا إلا القطب ده يوافق علها ويحتم علها فق يعني الله إن دار ينزل مطر شيخ الطريقة إن ما وافق علها ما بتنزل شان كذا الصوفية بيقول لك أبو يا شيخ بنزل المطرة لأنه بيعتقد العقيدة دي حاجة إنت دار ترفاعه ل الله شيخ الطريقة إن ما وافق عليها ما بتترفع شان كذا الصوفية بيقول لك لابد تجعل واسطة بينك وبين من وبين الله تجعل واسطة بينك وبين الله مبارح مبارح القريبة لي μια شأنه سيننار الشغل هذه ما تفتقي رسوقة المركزة وي Evangelium اي مكان اي زمان عرفته ما فاضلا يا زين تأعر復رقة الزين اي مكان اي زمان بارك دي كلنا في سيننار واحد يا ذول في الجامع والله لا جيبنا سينهزي أشيخ والأي عداب نحن بucciم لسة ما سخلنا ولا عشغنا واحد بنقسم يا الثاب عرفته طوالقket استحته روووook بقى ونحن قال العركيين نحن بنجعل واسطة بين الله قال الله يا أخي إما شركة ساي بانك السودان إن دائر قروش إما عندك واسطة قال لي ما بيدو قروش شوال بلدة بالله تشبه بانك السودان بي الله تبارك أو تعالى هل الله دائر واسطة؟ ما دائر يا أخي؟ ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولا إذا جاب واسطة إذا دعاني هو هو إذا دعاني هو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي هل لهم يرشدون؟ ما في واسطة واسطة شروع أزول؟ أسأل الله طوالي مباشرة فأنا أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا أحمد نورين وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان